السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية إليكم جواب الدرس السابق أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على جمل وعبارات جديدة بالطريقة التفاعلية التي تعودتم عليها ولكن قبل أن نبدأ درس اليوم أصدقائي لما يرغب في تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر سأترك لكم رابط قناتي الثانية للتعلم للمبتدئين حتى لا أطيل عليكم لنبدأ أول جملة مثلا إذا أردت أن أقول أنا لا أرى أي سبب يجعلني أعتذر نعم أنا يتوجب عليك أن تخبرني منذ وقت طويل نعم جملة أخرى أنا لا أعتقد أنني أستطيع مساعدتك حقا نعم 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 جملة أخرى هي ألم تزورني من دفترة طويلة أنام Elle ne m'a pas rendu visite depuis longtemps Elle ne m'a pas rendu visite depuis longtemps Elle ne m'a pas rendu visite depuis longtemps جملة أخرى أنا لا أعرف ماذا أقول لأواسيك نعم جملة أخرى هذا يأخذ الكثير من الوقت نعم سأخذ الكثير من الوقت سأخذ الكثير من الوقت جملة أخرى أنا متأكد من أن لا أحدا سيلاحظ نعم نعم جملة أخرى لقد ألقيت نظرة لتو في رفته نعم جملة أخرى جملة أخرى جملة أخرى جملة أخرى أخرى جملة أخرى لا يهمني على الإطلاق نعم جملة أخرى جملة أخرى أنا لا أستطيع تجاهله بسهولة نعم جملة أخرى سأتصل بك لاحقا أو سأعاود الإتصال بك لاحقا أنا مشغول الآن نعم جملة أخرى جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ افعل شيئا ما بدلا من الشكوى فكر قليلا نعم أحسنت جملة أخرى نعم أحسنت جملة أخرى لهاذا السبب أنا هنا؟ نعم c'est pour cette raison que je suis là c'est pour cette raison que je suis là c'est pour cette raison que je suis là عبارة أخرى هذا لا يعني شيئا حقا نعم ça ne signifie vraiment rien ça ne signifie vraiment rien ça ne signifie vraiment rien الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التمييز وسؤال يوم يقول لا تنزعج مما قاله كيف نعبر عن هذه الجملة أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم